غادر البلاد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صبح الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه وكان على رأس مودعي فخمتها على أرض المطار حضرته صاحب السمو أمير البلاد شيخ صبح الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه وعدده من الوزراء والمسؤولين